السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم زمالكاوي على قناة نادي الزمالك بنجيلكم بعد نهاية مباراة النهاردة وخصوصا المباراة اللي كلنا كنا بننتظرها من فترة كبيرة جدا هي مباراة مصر ونيجيريا طبعا نتيجة صعبة جدا على كل مصري شاهد هذا اللقاء القصة يا جماعة مش هزيمة يعني وارد منتخب نجيري من المنتخبات القوية منتخب نجيري من المنتخبات الوصلة للمراحل النهائية منتخب نجيري يبقى تصنيف أول في القرى الصمراء يعني يعني هو تصنيفه أفضل من تصنيفك فممكن كل شيء وارد في القرى إنه يكسبك 1-0 إنه تكسبه 1-0 المباراة تطلع تعادل كل شيء وارد دي كرة قدم يعني لكن الحزن اللي مالي كل المصريين النهاردة هو الأداء اللي قدموا المنتخب المصري وليست النتيجة النتيجة واردة نحن نتغلب نقدم أداء طيب نحاول نوصل للمرمى نضيع فرص لعبتنا تكون معظمها في مستواها الطبيعي غلطة بتؤدي إلى هدف في مرمانة ما فيش مشكلة دي بتحصل في القرى يعني لكن النهاردة واحدة من أقل مباريات منتخب مصر ممكن إحنا كنا معترضين على بعض المباريات في كأس العرب في ظل غياب بعض اللعيبة المهمة زي مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح نجمناء الكبير لكن من الواضح أن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا أقل بكثير مما قدموا المنتخب المصري في بطولة العرب طبعا الوضع مغير تماما لبطولة العرب من كافة الوجوه بلد بتستعد لكأس العالم ملاعب عشرة على عشرة تنظيم أكثر من رائع إمكانيات رائعة وإقامة مثالية يعني عكس ما يشهدوا المنتخب المصري أو تشهدوا هذه البطولة هي إمكانيات محدودة وده طبيعي في القرى السمراء عايز أقول لكم أن المنتخب المصري كل اتنين فوق ده وكل أربعة عندهم حمام يتشاركوا في حمام واحد كل أربعة العيبة يعني ودي بتوضح لكم إمكانيات اللي موجودة في جروة المدينة اللي بتستقبل مجموعة مصر طيب النهاردة يعني فريق بيفتح لك مساحات فريق بيهجمك فريق غايب عنه أفضل نجومه أغلى تلت لعيبة في منتخب نيجيريا مش موجودين يعني منتكلم على فيكتور لعب نابولي ده أغلى لعب في نيجيريا والتاني أغلى لعب في القرى السمراء بعد محمد صلاح يعني واحد من لو احنا بنكلم على سادي ومانيه ده عنده 22 سنة وده اللي هو يعني نجم أفريقيا القادم فيكتور لعب نابولي عنده كمان لعب واتفورد دي نستاذة على ما أتذكر يعني ويجعله لعب الشباب السعودي ثلاثة دول ثلاثة يعني في المنطقة الهجومية ثلاثة على أعلى مستوى ثلاثة هدفين ثلاثة نجوم كبار جدا غابوا عن المتخب نيجيري وبالتالي المتخب نيجيري من المفترض أنه ما يغيب عنه أفضل وأغلى ثلاثة لعيبة عنده يعني ده بتكون نقطة في صالح المتخب المصري بدأنا هذا اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي حجازي الوينش أكرم توفيق وفتوح طبيعي ومنطقي وبدأنا نص الملعب بتشكيل من حمدي فتحي ومحمد النني والتريزيجي ودي كانت القصة والمشكلة الكبرى وبدأنا بمصطفى محمد وينجرايت ومحمد صلاح رسحاربة وعمر مرموش اللي بنشوفه الأول مرة بعد لقاءي ليبيا يعني أول مرة نشوف عمر مرموش في مطش بجد بقى من العيار الثقيل وبطولة احنا أبطلها سبع مرات قبل كتر النهاردة يعني تريزيجي بيلعب في مكان عمره ما لعبه من سبع تمن سنين فاته دائما تريزيجي لعب طرف طريقة بنلعب بيها طريقة جديدة كل الفرق المصرية ما بتلعبش بيها كل الفرق المصرية في الدور ما بتلعبش بيها كل الفرق اللي موجودة في المنتخب زي لعيبة الزمالك والأهلي ما بيلعبوش بهذه الطريقة متعودين على طريقة أربعة اتنين تلاتة واحد كمان إمكانيات اللعيبة اللي بتلعب في نص الملعب تخليك ما تلعبش غير برضو أربعة اتنين ثلاثة واحد ما تيجي تقول لي مثلا إنني وحمدي فاتحي اتنين رقم ستة ورقم تمانية ممكن تلعب قدامهم تريزيجي كلعب حر مثلا لو عايز تغير مكانه وتلعب عمر مرموش ناحت الشمال محمد صلاح ناحية اليمين مش مصفى محمد مصفى محمد رأس حرب لكن إن أنت تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بلعيبة لا تجيد هذه الطريقة تماما ولعيبة إمكانياتها لا تسمح لها إنها تلعب هاف رايت أو هاف ليفت أو وينج رايت زي اللي حصل النهاردة لخبطة ما بعدها لخبطة كمان فجئنا بإصابة أكرم توفيق في بداية هذا اللقاء ونتمنى يا رب إن ربنا يشفيه وعافيه لغد الوقتي الشكل العام لوقعت أكرم توفيق والشكل العام لأنه هو مسك رجبته طالما مسك رجبته يبقى هو سمع حاجة يعني سمع قيل بقى إن في حاجة في الروباط الخارجي في الروباط الداخلي الروباط الصديبي ربنا يستر بس من الواضح إن في حاجة لأنه إنتوا لو شفتوا اللقطة إنه أول ما نزل على رجله مسك رجبته وحسينا تماما إنه هو مش هيكمل وتم تغيير أكرم توفيق بعد دقايق بسيطة من بداية هذا اللقاء وبالتالي أكرم كمان من لعيب الرجالة اللي ما تطلعش بالسهولة اللي ممكن يتحمل اللي هو مصاب حتى ويكمل اللقاء لكن من واضح إن الإصابة صعبة ربنا يشفيه وعفيه وكده انتهت البطولة بالنسبة لأكرم توفيق كمان يعني كان من المفترب بقى الطبيعة ومنطقة وإحنا بنتفرج كلنا قلنا هيلعب عمر كمال عبد الواحد هو اللي هيكون اللعيب اللي هيلعب فجئنا إنه بينزل محمد عم منعم اللي عمره ملاعب باكرايت يمكن ممكن يكون جربها مرة أو مرتين مع سموحة مثلا على سبيل إن الظروف المباراة وكده لكن عمره ملاعب وكمان لو لعب باكرايت أمام لعيبة بتلعب فاندية في الدوري غير ما تلعب قدام سيمون لعب رقم 15 يعني اللي هو جاب الإصابة الأكرم توفيق أساسا وبالتالي يعني بتلعب حتة دي بتقعد بنقعد لنا خمس ست دقيق وبالما نغير نلعب عشرة نلعب خمس ست دقيق وبعد كده بينزل محمد عم منعم واضح جدا إن كان مش وقفته مش مش متعود عليها اللعيب التاني بيجيد اللعب على الخط وبالتالي عانى محمد عم منعم في البداية في هذا المكان ومش مكانه وصعب إنه يلعبه فبرضه من ضمن أخطاء كارلوس كيروش إنه بتلعب عمر كامل عبد الواحد طول الوقت في البطولة العربية في المكان ده واخترته من ضمن الثلاثة وعشرين أو الخمسة وعشرين فطبيعي ومنطقي إما أكرم توفيق اللعب اللي بيلعب باك رايت يصاب تنزل عمر كامل عبد الواحد يعني واحد زائده واحد سوي اتنين فإن احنا نعمل حاجة جديدة وافتكاسة جديدة نحنا ننزل محمد عم منعم دي حاجة جديدة برضه بقى أنت بتلعب محمد عم منعم مش في مكانه ثم كمان أصيب فتوح ما بين شوطي اللقاء ونزلت أيمان أشرف أيمان أشرف من الواضح إنه لا يجيد تماما لعب الباكليفت خلاص أيمان أشرف أنا فاكر إن الكابتر حسام البدري نفسه اعتمد عليه على حساب فتوح في مباراة الجابون هناك أنا فاكر ولم يقدم أداء طيب تماما يعني أيمان أشرف تقريبا خلاص الحتة دي نسيها ممكن لعبها في الدوري بقى ضد لعيبة في الدوري وكده لكن ضد لعيبة بيلعبه في أوروبا الوضع صعب جدا أيمان أشرف كان برضه من أقل المباريات اللي قدمها كده الباكليفت بتاعك مش باكليفت والباكرايت مش باكرايت ولعبت بحجازي والوينش والشناوي ثم التريزيجي حدا كان عارف يا جماعة التريزيجي بيلعب النهاردة يعني النهاردة مثلا شفت التريزيجي بيلعب ناحية اليمين في حتى الكرة اللي اترافعت جون فينا كان تريزيجي هو اللي داخل على اللعب رقم 15 وما أقرأ انت وفيق تعور تريزيجي نزل ليلعب باكرايت عبال ما نغير وننزل اللعب تريزيجي بيلعب باكرايت طب هو كان بيلعب هافرايت طب هو مين كان بيلعب هافليفت حمدي فاتح لي بيلعب هافليفت فواللنيني طب هو النيني كان فعلا هافليفت كنا بنلعب ايه النهاردة يعني اللعبة كان بتلعب ايه النهاردة مش عارف وبعد كده بطلع الوينش وبعد كده بطلع بنزل زيزو اللي هو واحد اعتقد هو كان افضل واحد الواحد اللي بيستلم وبيعمل فنتات وبيباصي وبيتحرك ورفع كام اوفر على كام كورنر وكان ليه ضرب الجزاء سليمة مليون في المية يمكن اكدها كابتن جمال غندور كلها فاش اي حاجة ولا فاول ولا اي حاجة واللعب رقم 15 وهو واقع جاب رجل زيزو واضحة جدا يعني وحتى بكاري جسمة ما حسبهاش اي حاجة فما جيه رجع للفار عشان شكلهم بيبقاش وحش بقى خلاص هي ضرب الجزاء لا حسبها فاول على زيزو وهي كورة ما فاش اي حاجة مش فاول على زيزو خالص ما فاش اي حاجة لكن واضح جدا انها ضرب الجزاء مليون في المية كان الموجود المفروض الفار يجيبه الفار مش تخصصه انه يحسب الكورة فاول على زيزو دي مش بتاعته هو فيه شك في ضرب الجزاء يشوف اذا كان ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء ويجيب بكاري جسمة سوري ويشوف الكورة لكن يعني حصل حاجة غريبة العب اقف في الاخر حسبها فاول وكورة لم تحتصل لكن مش دي قصتنا حتى الانفراض الوحيد اللي جاننا لنجمنا الكبير محمد صلاح محمد صلاح معرفش يجيبها جون النهاردة تقييمنا اللي عيبة ايه نيني تقييمه ايه النهاردة ايمان اشرف تقييمه ايه امر مرموش تقييمه ايه النهاردة هل محمد صلاح ومصطفة محمد مظلومين النهاردة رمضان صبحي بعد نزوله هل نقدر نقيمه ولا لا هل بعد نزول وجهة نظر كالوس كيروش في تغيير مثلا بنزل زيزو وبنزل النهارة التانية رمضان صبحي وزيزو صبحي فانا بنزل اطراف بقى اطراف اطراف يعني وانتعارفين رمضان بيعدي ازاي ويلم ويعدي ويرفع الكرة وزيزو ويعدي ويعمل ويروح تقك عاملها كده لمين لمصطفة محمد مفروض اروح انا منزل زيزو ومنزل رمضان صبحي وطلع مصطفة محمد اللي هو ممكن يخطف جون اللي هو ممكن يطلع كرة بالدماغ يعني وابقي على عمر مرموش اللي هو ملوش دور طب بعد خروج مصطفة محمد ونزول زيزو ورمضان صبحي ايه كان الهدف من نزول اتنين لعيبة ومين لقى براس حربة محمد صلاح ولا عمر مرموش طب هل هل محمد صلاح يلعب راس حربة مع الفطاحل والاكسام دي يعني يعني كراس حربة راس حربة صرف يعني يعني بدل ما بيلعب من ناحية اليمين وايه الهدف ان مصطفة محمد يلعب في بداية اللقاء وينجرايت يعني مصطفة محمد مش لعيب مهاري ومصطفة محمد ما عندوش سرعات اللي تخليه مثلا يلعب وينجرايت طب يعني ايه حتة لقم يعني يعني احنا عملنا حتة لقم كده يعني لقمنا مثلا على مدرب نيجيريا فانت هتنزل واحد يمسك محمد صلاح فانا هلعب مصطفة محمد وينجرايت واخلي محمد صلاح جوا فبالتالي عادنا نص ساعة نلعب بالحتة دي ما لاقاش اي قيمة ولا معنى وفجأة بعد ما دخل فينا الجون رحنا مطلعين محمد صلاح برا ومدخلين مصطفة محمد طبعا ولا محمد صلاح جاله كورة غير الكورة الانفراد ولا مصطفة محمد جات له اي كورة عرضية تشوه ولا كورة خالص النهاردة وبالتالي هنا ناس كتير قوي تلون مثلا محمد صلاح محمد صلاح ده احسن لعيف في العالم محمد صلاح ده المفروض هو اللي يعني يجيب لنا الجوان محمد صلاح المفروض هو يلعب لوحده محمد صلاح هو الفرقة يعني يلعب لمحمد صلاح طيب محمد صلاح مركزه مركزه لا يسمح له في التحكم بيعني في ده دي فرقة جماعية احنا فرقة جماعية مش فرقة فردية فيه اماكن كده تقدر لعيب يتحكم في رتم واداء الفرقة اللي هو مثلا لعيب رقم تمانية زي ما كنا منقول مثلا فرجاني في وقت الاحيان لعيب اللي هو في نص الملعب كده يتحكم في الرتم يتحكم فيه مصار الباص واللعب وكده فيه من نوع منتحكم إلا بقى لو جدتوا ميسي ماردونا دي قصة تانية لكن محمد صلاح لعيب مركزه لازم توصله كرة عشان يصنع الفارق يعني لازم تجيله كرة واثنين وثلاثة وبيعتمد على السرعة محمد صلاح من اللعيبة اللي بتعتمد على السرعة وعلى الفرص اللي هتتحلي يعني أنا مثلا ما يعدي من فابينيو ولا فرمينيو ولا ساديو مانيه ويلعب له كرة واحد على واحد يعدي في الملعب الحلو ويروح شعابلها في البعيدة تجيله كرة واحد على واحد يعدي بسرعته ويعمل سبرينته لكن انت في أجواء درجة حرارة 35 الملعب سيء للغاية فيش ولا كرة بتيجي لمحمد صلاح ولا لمصطفى محمد وآداء اللعيبة في نص الملعب هم اللي بيتحكموا في الرتم دايما يقولك نص الملعب هو الأساس نص الملعب هو الأساس يعني دايما يقولك نص الملعب هو الأساس النهاردة يعني نص ملعبنا بنكلم عن نيني وحمد فتحي وتريزيكين النهاردة فقدنا الكرة يعني حتى قدرتنا على الاستحواز مش موجودة فقدنا أيضا قدرتنا على ان انت جيب الكرة التانية بسرعة كمان فقدنا ان احنا نحتفظ بكرة يعني ما بنقطع الكرة بنفقدها في ظرف 3-7-8 ثواني ما نيجيريا معها الكرة ما بنستخلصهاش بسرعة النهاردة في بعض الأحيان كان الباص بيوصل للـ 18 يعني انت كان بيبقى ما بنلعب بطريقة زون ديفنس مثلا بيبقى التلتين الأخار كده بتوع النص الملعب ما حدش يقدر يعديه وكل واحد ملتزم بمان وكده لا انت النهاردة وصلنا لمرحلة لا العيبة بتخش جوة 18 بتاعك وممكن تقعد تباصي 3-4 باصات جوة 18 فيش حد بيضغط وكده النهاردة كان أداء يعني صعب جدا لكن اللي بيتفرج عليها دلوقتي خالد ما زال الأمل موجود ما طبعا يعني هو الطبيعة ومنطقة انت تسعد النهاردة حتى المنتخب غينيا بضيع ضرب الجزاء في الديها 79 المنتخب السوداني بياخد نقطة وغينيا بيساوي بتاخد نقطة وانت عندك الماتش اللي جاي المنتخب الغيني وبعد كده المنتخب السوداني طبعا منتخب الغيني ما ايجي يلعب قدام السودان مزاي ما يلعب قدام مصر ما ييجي متخب الغيني يلعب قدام السودان مش هيلعب مفتوح النهاردة مثلا الناس بتفرج يقولك متخب الغيني ده منتخب أي كلام يفهم قصدي? متخب الغيني ده 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 اللعب مفتوح أو فيه مساحات وما هو بيلعب المنتخب السوداني عايز يكسبه لانه هو المدير الفني بيحدد هو السوداني الفرق السوداني مثلا الفرق اللي أنا وهي نقدر نلعب وقدر اجيب منها جوان واصنع فرص. ما اجي هلعب بقى قدام مصر. مصر خسروا انا من نيجيريا. فانا الامل بتاعي انها هلعب بطريقة زون ديفينس. والعب على الهجمة المرتدة. واخلي مصر تعاني امامي وما افتح لهاش الملعب. واختف جون كده هيبقى تفكير غينية. فالمباراة مش هتبقى سهلة. خصوصا ان انت في بداية المشوار من الواضح ان انت بدنيا مش هوقف على رجليك. وكمان هتلعب بعد ثلاث اربعة ايام. هناك بقى مفيش ومفيش حمامات التلج والكلام ده مش موجود هناك. تمام? وبالتالي هتلاقي فيه لعيبة مجهدة اكيد. لكن لكن ماتش السبت. وبالتالي الماتش مش هيكون سهل. بس لازم تكسب. بس القصة يا جماعة اللي انا عايز اوصلها لكل مشاهد. احنا طلعنا خلاص احنا فقدنا المركز الاول. قولا واحدا المنتخب النيجيري هيحصد التسع نقاط من هذه المجموعة. وحزبوني على هذا الكلام. منتخب نيجيري هيحصد التسع نقاط. في المجموعة دي هو هيحصد التسع نقاط. تمام? وعندنا كمان يوم السبت اعتقد مباراة نيجيريا هتكون الساعة ستة قبلنا مع المنتخب السوداني. واحنا هتكون هتكون مباراة تانية بتاعتنا ومباراة الاخيرة الفريتين هلعبوا في نفس التوقيت الساعة تسعة. اللي هو يوم تسعتاشر ان شاء الله. طيب احنا مطالبين ان احنا نكسب منتخب اه غينيا. طب تعدلنا مع غينيا. طب تسيبنا السودان. طب اطلعنا تاني. طب اطلعنا تالت. التالت طبعا ما بتبقاش ضامن. لان التالت لازم افضل اربع توالد. لكن اللي بيطلعك دايريكت على دور الستاشر هو افضل تاني. انت تكون تاني يعني. في مجموعتك يعني. التالت دا فيه اتنين توالد مش هيخشه خالص. وفيه اربع توالد من اربع مجميع هخشه. فانت عم مطالب ان انت تكسب ماتش على الاقل. عشان يبقى عندك اربع نقط. عشان اقل تكون في افضل توالد. تضمن افضل توالد. طيب. لو طلعت تاني. لو طلعت تاني. مجموعة الجزائر مين? الجزائر. سحل العج. سيراليون. ومين تاني يا جماعة? وغينيا الاستوائية. دول الاربع فرق. من الواضح. سيراليون عملت ماتش كويس قدام المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري لم يظهر بالصورة الكبيرة يعني. برضو الاجواء والدرجة الحرارة وكده. لكن المنتخب الجزائري واضح انه له شخصية في الملعب. خدوا بالكم منتخب سيراليون. اللي اللعب مع منتخب الجزائر النهاردة. في التصويات الموهلة الكأس الامة والافريقية. منتخب نيجيري بكامل نجومه. كان بيلعب قدام منتخب سيراليون في نيجيريا. انه هي فرق اللي لعبتنا النهاردة. نيجيريا تقدمت على منتخب سيراليون اللي لعب النهاردة امام المنتخب الجزائري. اربعة صفر. اربعة صفر. تمام? منتخب سيراليون في نيجيريا خلى نتيجة اربعة اربعة. يعني الفريق اللي قد يراه البعض مخيف. نيجيريا ومخيف. ومنرغم انها نقص اهم تلات لعيب عندها. اتعدلت مع سيراليون في نيجيريا اربعة اربعة. اربعة اربعة. واعتقد نيجيريا كمان اللي انتم شايفينها دي. بكامل نجومها فكروني. اتغلبت. فكروني يا جماعة اكدوا معي عشان في التصفيات كمعها افريقيا الوسطى ولا لأ. تصفيات تصفيات كاس العالم. تصفيات كاس العالم. تمام? عايز اتاكد يعني. اكدولي. ايوة انا متأكد صح. ايوة افتكرت لان كنا بعمل اتكلم ان نيجيريا خسرت من افريقيا الوسطى في نيجيريا. يعني افريقيا الوسطى كسبة نيجيريا في نيجيريا. تمام? لان احنا كنا عايزين نقول ايه? ان الوينتس وان احنا الترتيب والتصنيف وان احنا عرب بلد لنا نيجيريا فلو هي اتغلبت من افريقيا الوسطى احنا نطلع فوقيها رحنا احنا متعدلين مع انجولا انا فاكر وبالتالي هي بقى راحت بعد ما اتغلبت من افريقيا الوسطى في نيجيريا راحت كذبت افريقيا الوسطى في افريقيا الوسطى فهي منتخب مش مخيف يعني منتخب يعني مش غير قابل يعني للهزيمة يعني لا منتخب عنده هفواته لسه مغير مدير فني بتاعه ماشي بقاله اا اا خمستاشر عشر يوم ولا شهر المدرب يقاله ثلاث سنين ونص معاهم مدرب الالماني جايبين مدير فني اا اا نيجيري مش هو اللي هيمسك المنتخب بيسيرو اللي كان بيدارب النادي الاهلي هو اللي هيمسك منتخب نيجيريا وهيقضهم في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم وبالتالي اا اا منتخب نيجيري مش مخيف ونقص ثلاث لعيبة فالنهاردة قدمنا اداء طيب هنا السؤال بقى طلعنا تاني هنلاعب مين هنلاعب الجزائر طب الجزائر اتعدلت مع سيرليون طب ممكن يبقى ساحل عاج هي الاول يبقى انت كده اللي هتلعب الجزائر لساحل عاج هتلعب الجزائر لساحل عاج وساحل عاج هتلعب بكرة طيب افرط طلعت من افضل توالد تلعب مين تلعب السنغال او تلعب الكاميرون انت متخيلين يعني احنا دوقتي بهزمتنا محاولتنا بقى نطلع تاني تاني هتلعب لجزائر لساحل العاج طبعا ساحل عاج لو تستطيعنا تفوز على المنتخب السيرليوني وعلى غينيا الاستوائية والمباراة بقى اللي ما بينها وما بين الجزائر هي اللي هتحدد فلو طلعت مباراة عادل هتخلي ساحل عاج هي نمرة واحد وهتكون الجزائر نمرة اتنين الجزائر بقى هتروح ملعبة نيجيريا على معتقد ومصر هتلعب ساحل عاج لو الجزائر بقت اولى بقت مصر والجزائر في دور الستاشر في دور الستاشر لو طلعنا احسن توالد هنلعب السنغال او هنلاعب وتعالوا بقى في المشوار بقى انت ما بتطلع في المركز ده بتبتدي بقى دور التمانية تقابل فرق بقى يعني هتلاقي نفسك بقى مثلا تلعب مغرب تونس مالي وطفر بقى فرق بقى يعني كاميرون ممكن كل شيء ممكن الدنيا بترتيبك بتتصعب عليك خصوصا في دور الستاشر لكن ما اعتقدش ان مصر ممكن تلعب اسوأ من كده يعني مصر قدام اي فريق على فكرة كل الفرق اللي لعبت لغاية دلوقتي لم تقنع يعني شفنا المنتخب السنغالي امام منتخب زنبابوي منتخب السنغالي رقم 20 على العالم وزنبابوي 100 حاجة و20 على العالم السنغال وزنبابوي كان هيتعدلوا لولا ضرب الجزاء في الوقت الضايع في الوقت الضايع من الوقت الضايع تمام والحاكم صفر بعديها شفنا الجزار امام سيرليون المغرب امام غانا طبعا المغرب فريق كويس طبعا جدا وهيتطور واعتقد ان هو افضل فريق عربي لعب لان هو كمان بيلعب غانا غانا طبعا يمكن هي مستوى تاني بعدين غانا بعيد في المستوى بعيد في المستوى لكن الفرق اللي اثبتت انها لها شخصية في الملعب السنغال طبعا الجزائر نيجيريا كاميرون حتى بوركينا فاسو يا جماعة بوركينا فاسو فريق عنده شخصية في الملعب احنا فقدنا شخصيتنا النهاردة فقدنا حتى طريقة التمركز داخل الملعب ادأنا فقدنا الرتم بتاع اللقاء الجمل اماكن اللعيبة يعني النهاردة مباراة للنسيان لكن ربا ضارت النفع معنا عرفش يعني يمكن في بطولة العرب احنا قلنا يا رب من قابلش المغرب يا رب الجزائر وخدت انذار وخده طارد وطلعنا الاول في المجموعة وروحنا قابلنا الاردن كنا هنتغلب الجزائر اللي هي طلعت تاني المجموعة راح تكسبت المغرب بعدك راح تكسبت قطر وبعدك راح تكسبت تونس وخدت البطولة فربا ضارت النفع ويمكن يمكن الله اعلم يمكن الدنيا تتغير واكيد لابد ان يكون في تغيير في شكل الفريق وتغيير في اداء الفريق وتغيير في اللعيبة اللي تبتدي اللقاء القادم لازم نعتمد على زيزو لازم نعتمد على رمضان صبحي لازم امام عشور يبقى له دور انا بكلمكم منتها الصراحة لازم عمر كمال عبد الواحد يبقى متواجد لازم محمد الشريف ياخد دور مصطفى محمد محمد صلاح يلعب في مكانه لا بصوا جماعة لازم لازم يعني انا لو انا عم بحط تشكيل المطشي اللي جاي فتوح متعور يعني رغم ان انا مش معجب بأداء ايمن اشرف خالص نهائي يعني مش حابب حتى ان هو يلعب بكليفت صراحة لكن لو ما قدماكش غيره هتلعب بأيمن اشرف عمر كمال عبد الواحد الوينش حجازي حتى لو محمود علاء لعب والله ما يفرق يعني حتى كمان حجازي النهاردة كان بطيء جدا برضو النهاردة جماعة واحنا مغلوبين وفاضل ست دقايق اللعبة بتلعب بكورة عرضية وبتصبر على الكورة قوي يعني شفت كورة في حجازي بيصبر كده وبعد كده بيرجع على الكورة وورا كده الوينش شناوي سوري يعني حسيت يعني ان احنا تعرف انت ما تكون فاضل 3-4 دقايق فبتبعي تلعب بكورة وتروح واللعبة تلمع وبتاع هو نزل محمد الشريف ما كان الوينش ليه ما هو نزل محمد الشريف ما كان الوينش انا حتى هو ما نزل محمد الشريف ما كان الوينش يعني الكلام ده مثلا كان بيعملوا بعض المداربين مثلا منهم منو الجزيه مثلا يقولك ايه يطلع واقع الجمعة وينزل راس حار ليه بقى عشان مثلا ايه احنا كده كده بنهاجم كل ثانية فاحنا في الثمنتاشر اخر خمس دقايق احنا حتى ما بننزل محمد الشريف ونطلع الوينش احنا مش في الثمنتاشر احنا مش بنهاجم احنا مش بنروح ملناش انياب حقيقية النهاردة كنا لا حولة ولا قوة للأسف النهاردة مباراة زي ما قلت لكم للنسيان مرة واثنين وتلانا هارد لك واتمنى ان نكون المباراة دي مباراة في يوم مش طبيعي في اداء مش طبيعي وان الاداء واليوم ده لن يتقرر مرة اخرى في كرة القدم المصرية يعني الاداء ده ما يتقررش الاداء ده يعني احنا ماشينا حسام البدري عشان ما بيتغلبش بس الاداء مش عاجبنا بس عمرنا ما كنا بهذه العشوائية يعني احنا عمرنا ما كان شكلنا كده شكلنا كده لدرجة ان احمد الطيب قال كلمة احنا بدنا عرجون مشترك بقى الترند ليه لانناس اتخضت الناس اتخضت من الشكل الفرقة الشكل الفرقة يخد ايه ده معقولة ايه اللي بيحصل ده امتخب مصر بقيد كده ليه وانا اقولت لكم يا جماعة ان احنا بنصيط لعيبة جامدة جدا وبنقيم لعيبة جامدة جدا من اداء داخل القرى السمراء امام فرق مثلا في ماتشاط دولي الابطال او الكنفدرالية امام فرق امكانيات لعبتها عادية جدا على مستوى القرى السمراء يعني وبقىنا سنتين ونص ما لعبناش فرقة تقيلة في افريق لعبنا توجو لعبنا كينيا لعبنا جزر الكمر لعبنا ليبيا وظروفها الصعبة اللي متمر بيها لعبنا الجابون لعبنا انجولا لكن لم نتقابل لعبنا نتقابل مع الفريق التاني للجزائر لكنا نتقابل مع الاردن لكنا مع قطر ودغلبنا مع تونس بهدف عكسي وبالتالي ابتدنا ناخد ماتشاط دلوقتي تصريحات الرجل صعبة جدا النهاردة بيشيل اللعيبة الليلة يعني النهاردة مش هو اللي بيتحمل المسئولية يقولك احنا لعبنا بطريقة فقيرة جدا من الشرط الاولاني والشرط التاني انا مش عارف ايه اللي حصل انا مش عارف مش لقي سبب هو بيقول كده هو مش لقي سبب يعني هو مش شايف ان هو مخطئ لا هو مش لقي سبب اللعيبة كده مالها فقيرة في الملعب ليه كده كأن اللعيبة هي اللي تتحمل المسئولية اما ييجي واحد من المشجعين يعترض على تشكيله او تغييراته فيقول له ما تيجي انت تتدرب وهكذا هي الشخصية البرتغالية التدريبية يعني دايما ودايما عندهم ان هما الصح ودايما تلاقيه المدرب البرتغالي يشيل اللعيبة الليلة ما يشيلش هو الليلة يعني دايما يودي اللعيبة الليلة هو من اللي يشيله ودايما يدي الاسبوت على اللاعب ما يديش الاسبوت على نفسه وما يطلعش نفسه غلطان على العموم مرة واثنين وثلاثة هي مباراة صعبة انا وانا بتفرج انا دايما بعمل حساب للعيبة وبديهم الف عذر وببقى حزين لو انا بيتألفع في التحليل كده بيقطع مثلا لا القصة مش تقطيع يا جماعة القصة احنا مش عايزين نقلل من المنتخب او من لعبة المنتخب الناس كلها على راسنا من فوق بنحبهم ونفسنا شكلنا يبقى كويس اكيد هما اول ناس زعلانين واكيد هما اول ناس هيحسوا باداءهم داخل الملعب تمنى ان هما يصلحوا جمهورهم ويصلحوا بلدهم ويقدموا اداء طيب واتمنى من الجهاز الفني المصري انه يقعد مع كويس كروش ويلاقي حل لهذا التشكيل الغريب والتغييرات الغريبة مش معقولة مش معقولة في كرة القدم الف به الاقي لعيب زي تريزي جي بقاله سنة غايب عن المباريات ولم يلعب الا ربع ساعة مع أسلون فيلا واجي اعتمد عليه في جوه 35 في ملعب ناشف جدا مباراة العبه 80 ولا 90 ديئة في مكان مش مكانه وعمره ملعبه من 8 سنين من ايه ما كان بيلعب في الاهلي وبالتالي يا جماعة ايه ده يعني الطبيعي طب ما تلعب تريزي جي لو عايز تبتلي به لعبه مكان مرموش لعبه في مكانه مكان مرموش ونزل واحد مص ملعب يكون عنده القدرات البدنية ويكون داخل في الفورمة لكن انا بظلم تريزي جي النيني لما بتلعب النيني في مكان مش مكانه برضه النيني برضه بعيد عن فورمة المباريات ما بيلعبش كتير مع الارفنل وعندك امام عشور متحرك ومشابه وبيقاتل وبيعمل تاكلينج وبيعرف يشوت بره الـ 18 ويعني ايه خلاء ايه ماجه غير محمد نزل عمر كمال خلاص انت ما عندكش انت جاي بعمل كمال عشان يبحثيات الأكرم يوم ما أكرم يتعور ومنازم عب من أم على أموم هيكون معايا بعد شوية كابتن جمال حمزة هنتكلم باستفادة في هذا اللقاء وفي أداء المنتخب وفي توقعاتنا للمرحلة القادمة وأكيدة كمان هنقيم أداء معظم الفرق اللي احنا شفناها لغاية دلوقتي في البطولة حتى الآن بطولة من أضعف البطولات لا يوجد أي مبارة ممتعة حتى الآن فيش أي مبارة ممتعة فيش أي مبارة تحب تتفرج عليها وتشاهدها حتى الآن كمان ما فيش أي هدف حلو يعني ما تيجي تفرج على كل المتشاط فيش هدف خرافي يعني يمكن ممكن يكون أحلى هدف مثلا جيه اللي هو جيه فينا اللي هو بتاع نيجيريا ده كل هدف كاميرو جايبة ضربتين جزاء مش عارف كرة بتخبط في رجل ما عرفش إيه فتيجي اللعب المغرب فاروح شيطها تجيله غلط يعني مش باصة ولا أي حاجة يعني كلها ما تشاط الجزاء السنغال بتكسب بضرب الجزاء كرة بتشاط مرة بتجي في إيد الواحد يعني فيش حاجة حتى ممتعة في البطولة حتى الآن نطلع لفاصل وننكمل حلقتنا من برنامج زمال كاوي عملا بي ترجمة نانسي قنقر